السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدين ومتابعين قناة تعالي برو تيك ان شاء الله تكونوا تماما بكل خير فيديو النهاردة مهم جدا جدا واللي هنتعرف من خلاله على طريقة تغيير باسورد الواي فاي الخاص بشركة ويك وكمان طريقة حماية شبكة الواي فاي من الاختراف وكل ده من الهاتف فقط وطبعا لو حضرتك فاتح من جهاز كمبيوتر تقدر تطبق برضو نفس الخطوات من الجهاز فياريت بلاش تستعجل وتقدم الفيديو وتركز في كل الخطوات وبنسبة كبيرة جدا هتكون الخطوات واحدة على جميع الروترات هنبدأ حالا في الشرح ولكن اتمنى تدعمني بلايك للفيديو واشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس علشان يوصل لك كل جديد ويلا بينا على الشرح مع بعض الاول كده هنبدأ بالتعرف على تغيير باسورد الواي فاي اول حاجة هنعمل هنروح متصفح كروم ومن متصفح كروم في اعلى الصفحة من فوق هنضغط وتبتدي تكتب الرقم ده واحد تسعة اثنين دوت واحد ستة تمانية دوت واحد دوت واحد لازم كتابعا لو ظهر معك هنا لا ما تضغطش لازم كتابعا وتضغط بعدها بحث لو ظهرت معنا الصفحة دي هنضغط على الاعدادات المتقدمة ومن الاعدادات المتقدمة هنضغط على المتابعة طبعا هنا بيطلب اليوزر نيم والباسورد نوحة حافظهم بتكتبهم هنا طيب لو حضرتك مش حافظهم هتروح لظهر الراوتر عند حضرتك وهتلاقي مكتوب اليوزر نيم والباسورد هتجيبهم وتكتبهم هنا وبعدها تضغط تسجيل دخول طبعا بعد ما كتبنا يوزر نيم والباسورد نضغط على التسجيل دخول هتظهر معنا الصفحة بالشكل ده نروح للقيار ده نتورك ونضغط عليه ومن هنا تفطر الخيار ده ومن الخيار ده هتضغط على المربع ده هو الرقم السري الموجود حالا عنده ده على الشبكة تكتب اي رقم حضرتك حابب تغيره وطبعا بعد اي تعديل لازم تضغط هنا على الخيار ده بحيث الادادات تتحفظ ويريد تختار من هنا الخيار ده تخليها اخر واحدة اللي هي عوي بايه اللي هي اخر واحدة دي لان دي الاكسر امان طبعا هنروح بعد كده للخطوة الاهمة وهي حماية الشبكة من الاختراك يريد حضرك تركز في الكلام ده جدا لانه مهمة طيب الحماية دي بتكون عن طريق اغلاق صغرة موجودة في اعدادات الراوتر واللي عن طريقها بيتم اختراك شبكة الواي فاي الخاصة بحضرة طبعا وطبعا حضرك بتسأل دلوقتي طيب لو هي صغرة فعلا بيتم الاختراك من خلالها ليه الشركة المسؤولة من وحعل القيار ده مسبقا على الراوتر اعجاب حضرتك بكل بساطة لان الشركة لما فعلت الخاصية دي كان الهدف منها والمفترض انها تقوم بسهولة توصيل الانترنت من جهاز الراوتر الى انواع الاجهزة المختلفة من تلفزيون واندوريد وومبيل زاكو وغيره طبعا من الاجهزة اللي بتطلب الاتصال بالشبكة وكمان كان من المفترض ان تكون الخاصية من اجل حماية شبكة الواي فاي من الاختراك وفي نفس الوقت من اجل التسهيل على صاحب الشبكة للدخول على الشبكة بدون كلمات سر معقدة ولكن للأسف مع تطور برامج الاختراك تم الكشف عن صغرة امنية في الخاصية دي بتسمح حتى للاطفال باستخدام اي تطبيق موبايل ليقوم بتخمين كلمة السر واختراك شبكة الواي فاي ولكن بعد اغلاق الثغرة دي هتكون شبكة الواي فاي الخاصة بحضرتك في امان ان شاء الله تابع معايا الشرحة خطوة بخطوة لان الخطوة دي مهمة جدا جدا لحماية الشبكة من الاختراك طبعا من نفس الصفحة اللي احنا موجودين فيها نرقضة شوية هتلاقي الخيار ده عند حضرتك هتقوم بالضغط عليه هنسحب هنا طيب انا عندي معمولة اغلاق او معمولة دي سيبر طبعا عشان انا عامل اغلاق للقصية دي حضرتك تضغط هنا لو لقيتها على التاني خيار ده لا تختار الخيار الاول ده تضغط عليه بعد ايه تعديل تضغط على الكلمة اللي بتكون تحت هنا بحيث الادادات تتحفز معي طيب لو حضرك حابب تغير اسم الشبكة خالص اتغيره ازاي هنروح لهنا الاعداد ده نضغط عليه نسحب طيب هنا ده اسم الشبكة حضرتك برضو حابب تغير اسم الشبكة يكون من خلال المربع ده طيب لو حضرتك حابب انك تعمل اخفاء للشبكة تختار اول خيار وتفعله بالعلامة ليه طبعا اول خيار زي ما قلنا وهو اخفاء شبكة الواي فاي يعني حضرتك اللي محتاج الشبكة يكتب اسمها يكتب الباسورد بحيث ان شاء الله ما تكونش ظهرة لكل الناس والخيار ده ده لو حضرك حابب تعمل عزل للشبكة تماما يعني حضرك لو حابب تعمل عزل للشبكة الواي فاي يعني يكون من خلال الاسلاك اللي وصلها للجهاز فقط وطبعا المربع ده هو عدد الاشخاص المسموح بالدخول لها من شبكة الواي فاي طبعا حضرك حابب تعمله ستة سبعة تلاتة اربعة زي ما حضرتك حابب هو اقصى عدد مسموح به دخول الراوتر او دخول شبكة الواي فاي يعني في جهازين مثلا او تلات اجهزة حضرك بتعمل بتكتب هنا مثلا الرقم وليكن تلاتة مثلا يعني كده تلات اشخاص بس اللي هيقدروا يشغلوا الواي فاي في وقت واحد يعني لو حد رابع ده ان هو يفتح شبكة الواي فاي مش هتفتح معا طبعا تكون ظهر عنده ولكن بلا اتصار للانترنت طبعا اي حاجة او اي تعديل حضرتك هتجري لازم تضغط على الكلمة اللي انا قلت لحضرككم عليها تحت دي بحيس الاعدادات تتحفظ بدون الضغط على الكلمة دي مفيش اي اعداد هيتحفظ فارس وبكده نكون وصل لنهاية فيديو النهار ده وبتمنى من حضرك لو قدرت ان انا افيدك بمعلومة حتى لو صغير ما تبخلش علي بلايك للفيديو واشتراك في القناة وتفعيل زر القرص شكرا للمتابعة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله